اشهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بالمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه نعم الرئيس المصري اشار الى حكمة وجهود جلالة العاهل المفدة في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك ومثمنا فخامته مستوى العلاقات الاخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات كما اشار الرئيس المصري الى الدور المحوري والذي تقوم به مملكة البحرين بقيادة العاهل المفدة في تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والسلام في المنطقة والعالم وبفضل السياسة الخارجية الحكيمة التي تؤكد دائما على الاحترام وحسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية مؤكدا فخامته وقوف جمهورية مصر العربية مع شقيقتها مملكة البحرين في كل ما من شأنه تحقيق امنها واستقرارها وتنميتها وتقدمها وبلوغ امالها وتطلعاتها جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب مشيدة تم عليها بالجهود المبذولة من الجانبين البحريني والمصري من اجل دعم اواصر التعاون والاخاء بين البلدين الشقيقين في كفة المجالات منوهة بما تتسم به العلاقات البحرينية المصرية من تنام مستمر في مختلف المسارات الحيوية ومن الاهتمام المشترك بتطوير افق التنسيق والتعاون على مختلف المستويات مشيرة معاليها الى التوافق البرلماني المشترك لمزيد من التعاون والارتقاء بمستوى العمل الثنائي من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين ووضع مسار يحمل برامج عمل مشتركة وذلك في ظل المساعد تنموية في البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر